بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين والرضا على آله وأصحابه الهادين المهتدين أما بعد أما بعد أيها الأفاضل درسنا اليوم يختلف عن باقي الظروس وهو جد جد مفيد وأحببت أن أشارككم هذه الفائدة المجربة من شيخ تلو الآخر من شيوخ المغارب الفطاحلة درسنا اليوم فهو مسبع مسبع تقلب به القلوب وتقلب جميع القلوب وهو نادر وعجيب يصلح للمحبة الدائمة والعطف والجلب وغير ذلك من المنافع التي لا تعد ولا تحصى والتي لا يسعنا أن نذكرها في هذا الدرس كله أقول مسبع لا إله إلا الله الملك الهادي الودود مقلب القلوب مسبع لا إله إلا الله الملك الهادي الودود مقلب القلوب هذا المسبع يجب أن تكون محصن أن تتحصن والتحصين واضح وأن تصرف العمار وتكون وحدك في بيت خالي من الصور ومن البشر ومن الحيوانات ومن الأصوات والضجيج يوم الأحد أقول يكتب يوم الأحد الأول من الشهر العربي يوم الأحد من الشهر العربي الأول يكتب بمداد طاهر يكتب بمداد طاهر إما الصمخ وإما قلم روحاني كالقصاب أوه ويبخر أثناء الكتابة بالجاوي المكاوي أو بخور دورائحة طيبة واجعله يا أخي في جعبة من القصة أقول في جعبة من القصة في جعبة من القصة معروف هذه عند الحكماء وعند الفقهاء السيادي المغاربة عزهم الله وسد عليه جيدا بطين الحكمة ومن لا يعرف طين الحكمة فلا حق له في كتابته ويدفان حول النار فإنه والله صحيح مجرب وقاطع جربته كما أخذته عن شيخي رحمه الله بالإذن والإجازة أخذته بالإذن والإجازة وأنا أعطي الإذن والإجازة لكل من أراد أن يستعمله في الخير في المحب كما أخذه شيخي عن أشياخه واحدا تلو الآخر شيخ تلو الآخر في المغاربة فهذا العلم فهو علم الصدور وليس بعلم الصطور دعك من الكتب الصفراء فأنا أعطيك الفوائد القاطعة المجربة فإن أنت جربتها وأتقنتها تجدها كفلق الصبح تجدها واضحة تستجيب معك شريطة أن تكون دائما على طهارة وأن تحافظ على الصلوات في أوقاتها وأن تبتعد من النميمة والغيبة ومن الغش وزيد وقتهم الفسق عزيمته تكون الضبر كل صلة يقرأ ألف مرة صباحا وألف مرة مساء لمدة سبعة أيام متتالية والعزيمة سهلة سهلة جدا وهي لا إله إلا الله الملك الهادي الودود مقلب القلوب ما فيه حتى صدر كامل لا إله إلا الله الملك الهادي الودود مقلب القلوب ألف مرة في الصباح وألف مرة في المساء لمدة سبعة أيام فهو يستجيب معك جرب جرب من جرب صاب ومن كدب خاب من جرب صاب ومن كدب خاب أنا أعطيك الفوائد الفوائد المجربة لكن هذا الألف على رأس كل مئة على رأس كل مئة مرة تقول اللهم يا مالك يا هادي يا ودود يا مقلب القلوب قلب لي قلب كداوك قلب فلانة بنت فلانة أو إن كانت مرأة فتقول قلب لي قلب فلان ابن فلانة ومكنني من ناصيته ومجامع قلبه حتى يكون طوع يدي ولساني ويهواني ولا يهوى أحدا غيري سواك يا الله وبحق سر أسمائك الملك الهادي الودود مقلب القلوب هذه مرة واحدة على رأس كل مئة يعني عشر مرات كل مئة تقول هذا الزجر يسمى بالزجر وعلى النساء من أردنا أن يطبقناه فيجب أن تكون دائما على طهر وأن تكتم سرها اكتموا أسراركم لا تفضحوا رؤوس بأنني فعلت وفعلت وفعلت ولم يستجب معي يقولون لي بعض الإخوان لقد فعلتها ولم تجب فأنت الذي لم تتقن عملك وليس هي وأقول أقولوا أيها الأفاضل يكتب يوم الأحد الأول من الشهر العربي ومن لا يعرف الشهر العربية فعليه أن يبحث بمداد طاهر يبخره بالجاوي المكاوي وأن تجعله في جعب من القصب وسد عليه جيدا بطين الحكمة أكرر بطين الحكمة وادفنه حول النار في الرماد الدافئ بحيث لا تلحق القصب النار فإذا لحقت القصب النار ففيه أسماء الله وسيؤدى أنت الذي فعلتها والمعمول له إثنين وتطالب بذلك غدا يوم القيامة عند الواحد الأحد أقول هذه فائدة مجربة عظيمة سأترك لكم الجدول كيف طريقة تعميره وإحاطته والعزيمة أكررها مرة أخيرة وهي لا إله إلا الله الملك الهادي الودود مقلب القلوب ولكي لا أطيل عليكم فهذا هو الجدول من أخيكم ها هو انظروا مقلب القلوب محاط بالبسمالة باسمه الله الرحمن الرحيم فهو مسبع مسبع واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة وهكذا لا إله إلا الله الملك الهادي الودود مقلب القلوب لا إله إلا الله الملك الهادي الودود مقلب القلوب لا إله انظروا طريقة كيفية تعمير هذا الجذول هذا المسبة والأركان الأربعة تجعل فيها الطلب التوكيل اللهم يا مالك يا هادي يا ودود يا مقلب القلوب قلب لي قلب فلان الحاكم فلاني أو الصديق الفلاني أو صاحبك الفلان ومكنني من ناصيته ومجامع قلبه حتى يكون طوع يدي ولساني ويهواني ولا يهوى أحدا غيري سواك بحق أسمائك الهادي الودود مقلب القلوب وهكذا ومحاط بلفظة قوله الحق وله الملك وعدد الأسماء هو مجموعنا 729 في الأركان الأربعة ولا تنسى الملائكة الحاكمة الأربعة على رأسهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام وله متلت كذلك هاوى في الختام له متلت انظر مفتاحه 239 بدون كسر له متلت سنعوذ له في درسنا المقبل إن شاء الله حول هذا الجدول هذا العظيم والله ثم والله إن أنت أتقنته وجعلته في قصبة وقربته في حرارة النار فستشعل نار المحبة في قلبي في قلبي المعمول له لمدة سبعة أيام اجتهد اجتهد وإن لم يستجبله فأنتظر الشهر المقبل الأول أحد اشتركوا في القناة